شفتوا أيامنا الحلوة المنتظرة بإذن الله تعالى في كأس العالم في المغرب بابتداء من أول فبراير إن شاء الله لكن هناك الكلام الكثير بي بعض متلسانه الأوراق المغلوطة والمخلوطة عايزين تخلوها مغلوطة ومخلوطة مخلوطة ومخلوطة هي في النهاية ورق كتير تلقبط مع بعضه أهم أوراق هذا الأسبوع اللي اختلطت فيها وزادت فيها المغلوطات التحكيم الأهل احتاج على الأخطاء التحكمية اللي حصلوا طلب من التحاضر كرة التحقيق فيها طيب حدث الأسبوع كان وليد عبد الرازق الكابتن وليد عبد الرازق حكم مباراة الأهلي والمصري بكل مشاهدته المباراة من أحداث ليه تعين وليد عبد الرازق ابن خط القناة ابن منطقة القناة لاعب القناة لاعب القناة السابق والمقيم بالقناة والمقيم في الإسماعيلية لمباراة طرفة فريق من خط القناة المصري هل ده طبيعي؟ غير الطبيعي اللي قاله واحد من خبراء التحكيم الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح نشوف له مدخلة ليه تم تعيين وليد عبد الرازق ومين جابه؟ أيها كيف تم تعيين نشوف مبدأ أيا كده عشان نكون عارف والد عبد الرازق ما كانش هو حكم اللقاء آه ما هو ده ده دي جزء مهم جدا كنت حاسألك فيها بالمناسبة أنا سمعت فيها قويل جدا كتير جدا يتقالت إن أصلا ما كانش هو حكم اللقاء وتدخل أحمد أبو العلا هو اللي خلى إنه هو يكون الحكم آه يعني هنبدأ في تفاصيل يعني التواليس التعيين كابتن توفيز سيد آه حط طاقم وده بدوره أنه هو مسؤول عن التعيين آه طبعا الطاقم اللي هو حطه اتشال وتعين طاقم تاني هنا أنت بدأت المشكلة بدأت من أبل برة الملعب بدأت من داخل لجنة الحكام عندك كناس في تنزعات على مين اللي يحط التعيين ومين اللي يعمل ما احنا شعرفين مين بيعمل تعيينة ومين بيعملش تعيينة وهنا بداية المشكلة هنا بداية المشكلة وبداية علامة الاستفهام وبداية حق الارتياب الذي ترجمه الأمر الواقع وأرض الملعب إلى تفسيرات مزعجة يقال لك أن المسؤول عن التعينات الكابتن توفيز سيد وهو المسؤول عن التعينات كان معين لجنة تانية ولكن تم تغييرها لماذا ومن ولما تغيير تجيب مين ومين اللي غير ما هو ومن لماذا ومن وتجيب ميه ثلاثة أسئلة لماذا ومن مرتبطين ببعض ومحدش ألنا عليه لأن من ده ما هوش المسؤول عن الحكاة وقيل أن الكابتن أحمد أبو العلا أحمد أبو العلا رجع من أسبوع يتدخل وانا هو صاحب إذا ما كانش هو يطلع يقول لنا ده اللي اسمعناه طيب هو زي ما أنت قلت هو تعالوا ما نشوف كده لو تتبعنا طب إيه مشكلة أنه يلعب في خط القناة ويبقى مرتبط بالقناة وجي لك حد من القناة لا المشكلة حتيجي نشوف علاقاته الحميمة مع نجوم هذا الخط وأنه راجل عايش هناك ما يقدرش ينصف النادي الأهلي ويرجع تمشي على راحته في البلد طيب تعالوا نشوفه بالصوت عندك الصور الصور مبدئياً اللي دافع عن أكتر حد دافع عن وليد عبد الرازي واختياره الكابتن أحمد حسام ميدو ولما شوف هنا أنه ده صديق شخص صديق شخص معاه وحتلاقيه موجود مع كل نجوم الإسماعيلي في صداقات واضحة وبرزة هنا الأمر يا جماعة لا يضيره أن يكون صديق لعيبه وتكريماتها بيتكرم وبيكرم من لعيب الإسماعيلي وبيكرم من حسن عبد الرب وصديق لهم باستمرار وصديق ميدو حتى ميدو قال إزاي يتم اختياره ووالدته توفت قبل المباراة بخمس تيار كمان كمان يعني مبدئياً هو الراجل مش فيه أحسن حالة نفسية ولا معنوية اختيار أحمد أبو العيل ليه وإصراره عليه أنه يجيبه وهو ابن خط القناة وهي دي في حد ذاتها الكارسة أنت ده المباراة بين الأهل والمصري فيه مباراة بين قمة بتصنف مباراة قمة مباراة فيها كثير من الحساسيات مباراة لازم لها تاقم على أعلى مستوى لما يعني تتضمنه الفريقين من نجوم زي ما شفنا هو الزمالك وفيرامد مين اللي حاكمه النهاردة البن البن يدهشك أن الماتش الماولين اللي بعديه جايبين حكم دولي وحكم يعني هي الفكرة طيب مهمون جرح يقولك ما احنا جبنا لك ده حكم دولي ومصنف وعنده خبرة تكتشف أن عمره محكم للنادي الأهلي محكمش ماتشات بهذه القوة قبل كده وكل اللي حكمه السنة دي مش عارف طلت ماتشات ولا إيه و ما فيه وعنده 41 سنة رغم أن 41 سنة يعتبر في التحكيم عمره متقدم مالوش ريفرنس كاد يكون حكم جيد ولكن الماتش ده بظروفه دي مش هيقدر يديه لو الماتش تصعب مش هيقدر يدي الناس حقوقها وخصوصا الأهلي لأنه عارف صعوبات أن تعيش في منطقة هتحاسبك على قراراتك التي انصفت الأهلي هو كان مطلوب تنصف الأهلي أنت ملفتش نظرك أنك أنت شفت شجعين لا على فكرة هنيجل الشجل الكابتين أحمد بس شناو عشان طلع على الكلام في الستوديو هنجيله عندك هنجيله هنجيل كلام الشناو هنجيله أنا بعد ما شفتها لا لا هنجيلها بس أنا عايز أقول لكم حاجة في حتة كارسة الاختيار لأنه هنوقف عند أحمد أبو العلة شوية الأهلي والمصري مباراة تصنف من المباريات الأكثر أهمية وحساسية في المسابقة يعني لو أنت عندك ثلاث أربع مباريات هيكون من ضمنها الأهل والمصري ليها طابع خاصة جدا وليها طابع خاص مضاف طب أنت لما تجيب لها حد ده أنت تجيب لها حكم دولي نمبر ون مش أقل من كده أنت بتشيل الحكم وبتغير فجأة وده علامة استفهام كبيرة العلامة الاستفهامية الأكبر بتجيب وليد عبد الرازق زي ما المهانس عادلي قال عمره مقدار مباراة للأهل يعني خبراته قليلة جدا ثانيا أنت ما استعمتش به في أي مباراة مهمة قبل كده المهمة الخاصة اللي أنت عايزها منه في التوئيد ده هي دي الخطورة لأنه كانت المسألة واضحة جدا أنه ما فيهش الحد الأدنى من البراءة لا يمكن أنه ده يكون اختيار بريء بأي حال من الأحوال ولا يديره أبدا أنه يكون صديق ميدو أو صديق لعبة الإسماعيلي بس لما يكون عنده هذه العلاقة الحميمة والأخطر منها لما يكون صديق دائم على جروبات نادي الزمالك بما معنى أنه الراجل بيعلن انتماؤه انتماؤه لنادي الزمالك وتفاعله معاه هاتشوفه أنه عضو في الجروبات بتاعة نادي الزمالك وصديق أحمد حسين ميدو بيدافع عنه طيب لما يكون متفاعل بالشكل اللي انتو شايفينه وبيتصور بالشكل اللي انتو شايفينه المؤكد أن ده معلوم عند الأخ أبو العيلة يعني ما فيهش حرج يعني ما فيهش أي حرج أنا كنت أفهم أنه لما يتعين وجيه وليد أبو العيلة صحح نقوله فيه سبب أنه ده صح أنت مشيت مين أولا إنما الأخطر بقى لما تجيب ده طب هو عمل إيه في المباراة حد يقولك هو يعني بعده ده كله إيه إيه اللي حصل اللي حصل إنه أكبر وقعة اعتداء من لاعب على لاعب في الدور السنة دي حصلت في لقطة سيبكم من فكرة إنه أولا أنك أنت تشوف الدم قدام عينيك بهذا الشكل دي مسألة فيه منتقى الخطورة بصوا الجرح بتاع أفشا كان عامل إزاي يا جماعة إحنا بنعتذر لفداحة الصورة بس هي دي الواقع هو ده أفشا بالدم ده كله كل الناس قالت لدرجة النواحد زي كابتن أحمد الشنوي كابتن أحمد الشنوي لما تولى التحليل في الستوديو التحليلي ما كانش يستوقفه ده وحنجيب له فيديو لأنه قالك ما هو رجل ما تكسرتش لا ده حاجة تانية الماتش ده فيه أربع حالات دي ورجل ما تكسرتش بتاع برونو أعتقد والوقت المحتسب بدل من ضائع وإشهر البطاقة بتاعت محمود متوالد الماتش مفوش أحداث فيها اختبارات أكتر من كده لكن كل الاختبارات كان يتخذ القرار الذي يهدر حق الأهلي يهدر حق الأهلي أبراهيم ويعني مش بالصدفة لأربع قرارات الواضحين وضوح الشمس اللي احنا قشها واحدة واحدة ليها اهدار لحق الأهلي دي بصوا بقا نقف بس والنبي ده شميع لقطة لقطة يا كريم عند رجل اللاعب واسبط بصوا الكرة فين كرة برين جوبة 18 ضرب الجزاء هاي لا 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 ده بره اه دي بره 18 بس انتوا شايفين الكرة بعيدة عن الرجلين يعني الرجل اللاعب المصر اللي رايح ده رجل الشريف بتستهدف رجل الشريف مش بكرة لما لوش لعب الكرة بصوا هو بيحجزه وبيدوس على رجله والحاكم قدام عينك يعني ما عندوش اي مبرر رجله هاي بصوا شايفين انتوا الدوسة المتعمدة اولا دي واقع الطرد مباشر بشكل واضح وصريح اهيه لدرجة انه شايفين حفرة الملعب والنجيلة طلعت قد ايه طيب بالشكل ده يا جماعة حكم بالوضع ده افشا يتفتح حاجبه بالشكل اللي انتوا شفتوه على فكرة عمل عملية 12 غرزة شفوا الجرح الغائر 12 غرزة لافشا في المستشفى وشفت انتوا لقطته وهو في المستشفى انتوا اثر عليه زه في الملعب ده 12 غرزة في وشه جراحة انتوا متخيلين ان لعب يعالج ب12 غرزة ويكون فداحة الجرح بتاعه بالشكل البشع اللي انتوا شفتوه والدم اللي نزل ده وما تتحسبش والأفند اللي في الفور ما يستدعوهوش كابتن عبد العزيز السيد ما يستدعيش وليد عبد الرازم قيلة قيلة انه انه نده عليه مراتين تلاتهم وقالوا لا ولم يؤكد احد ولم ينفي اذا كان استدعاه وما جاش عالى عبد العزيز السيد يقول وتدين اه طبعا ماهو التحقيق احنا ليه طلبين التحقيق لان المفروض التحقيق يظهر ده او ان عبد العزيز السيد يقول لا والله وانا مش شايف انه فيها حاجة نقول له مش شايف فيها حاجة ازاي تعال نجيبها لك اهي وهاتها من وراء بقى لا من هنا ما تبانش هاتها من وراء هاتها من كذا زاوية عشان نوريك البوكس اللي مكمل فيه الشيء افشل واللي ماوصلش للكورة افشل للعب الكورة اه يعني حكم الفيديو لازم يكون شافه وعلى فكرة وليد كان قدامها يعني ممكن واحد يقولك ده بتحرك وليد دي هو قدقوا اهو اهو في وشه ما شافش حاجة في وشه شاهد ما شافش حاجة اهي اهي لا مش دي هات من جنب كده من وراء هتلاقيها طبعا برضو لسه اهي لا في واحدة ام دي بقى واضحة اهي ايده رحل الوش لان افشه بص ايد الحارس جاد في وش افش اهي 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 انت عارف ابراهيم اهي بس ما لوش دعوة عارف لو ايده اللي جات الكرة دي تروح فيهن في اتجاه نص الملعب اه ما تروحش على جنب اه يعني مش افشل اللي لعبها افشل اللي لعبها اه فا افشل اللي لعبها اتعور ليه لان خبطوا خبطوا من غير ما يلعبوا الكرة يبقى ايه خبطوا فاول خبطوا جوة 18 يبقى عايز ايه دربة جزاء دربة جزاء شرعية لا متعمدة فيها طردة لا مش متعمدة فيها انذار لعنف زائد طيب ده حصل والواقع بتاعت اه عدم طرد لعب المصري اللي دهس رجل شريف ده خطأ تاني كبير ثم انتهت المباراة انتهت المباراة هنوريكوا لقطة هو ليه ادى انذار لمحمود متولي على فكرة كلاتنبرج ادانوف ديت انت ليه ادت لانذار للعب ده اللعب اللي بيتناقش معاك رقم تمانية مدتوش رقم تمانية انت مدتوش بمجرد ادي كرة الانذار بصوا بقى حمد فتح اللي بناقش وبقول له امشي روح امشي روح بصوا اول ما شاب محمود متولي نقاه رغم المحمود وعبدالقادر يا جماعة ما بصوا مفيش جزء من الثانية لزهور محمود متولي قبل الانذار تابعوه تاني هو الحوار مع حمد فتح اهو مين اللي بناقش حمد فتح يقول له امشي روح امشي روح اتفضل اتفضل امشي بص حط يده نا اه من بين ثلاث لعيبة اهو ليه ده قلولي بقى بالله عليكم فيه تربص اكتر من كده فيه انتقاء وتعمد اكتر من كده يعني حتى لو الكلام على انه الاحتجاج اللي كان بيناقشك حمد فتحي ده حط يده في جيبه بمجرد ما محمود متولي جيه ما هو جيه مع عبدالقادر في نفس التوقيت ما داش لعبدالقادر ايه النقاوة دي ايه النقاوة دي بجد يعني يعني هو عايز نقص يقول له توصلت اهنا به هتقول لي ما عندوش علاقات لا عندو علاقات وعضو ناشط في جربة عضو ناشط ولعيب كورو عارف اللعيب بقورو وشفته ده عندو علاقات عندو علاقات بنجوم الزمالك وشفت الصور دي هل ده كان اختيار مناسب يا عكبتناβو العhnста امت تحديدا عايز ايه من نادي الاهلي يعني أني نفسي أعرف إيه مصدر قوة لما قلت أطلت الأفاعي توقعت أن يحصل مجموعة تدعيات بعدها مش بالسرعة دي لأنه هو أبو العلا كان استبعد وظهره قبل مباراة الآن ليحدث هذا الأمر طيب اختيار بهذا الشكل وتعيين متعمد لشخص كلكم شفتوا حجم انتماؤه حجم صدقاته علاقاته قلت خبراته ثم التربص بتاعه إصابة أفشد يتعمل فيها محضر لأنه إذا أزى فعلا الغريب جدا كابتن متحد شلبي دافع عن الكابتن وليد عبد الرازي دي بقى الأغرب حاجة وزي ما المهندس عادلي قال والغريب جدا كابتن متحد شلبي لا ينصف الأهلي أبدا أو بلاش لا ينصف الأهلي المفترض أن أنت بتتكلم كموقف عادل يعني قل لي بالله عليك لما تشوف الدم اللي في وش أفشة ما سألتش نفسك الأسئلة اللي سألناها دي إزاي حكم المباراة والفار ما سألوش نفسهم الأسئلة دي هو متحد ما سألش نفسه كابتن متحد وغيره ما سألوش نفسهم الدم ده جي منين هو فيه حاجة في الهواء خدشة وش أفشة بالشكل الفادح والجرح الغائر ده ده جي منين إزاي ده يحصل جوه منطية الجزاء وما يبقاش ضرب الجزاء ده لو حكم شاف ده الفار هيتهم يقولك لا ربما فيه كادر أنا ما شفتوش لأنه الاتنين طالعين لوحدهم ما حدش تالت معهم يعني لو فيه لعب من الأهل طالع معهم ممكن يقولك ربما يكون ضربوا بعض ده الاتنين لوحدهم مع بعض وهو قدامه وشايفها فلما تبقى تشوف الدم ده بالجرح ده ما تستدعاش وما تطلعش وما بتقولش لا أنت بتأدي الغرض المطلوب منك بامتياز